موسيقى تداولت مصادر عسكرية مطلعة مؤخراً انهاء جهيش الفنزبولي خطة تحديث 78 مركبة مدرعة مجنزرة حفيفة لاستطلاع من طراز سكوربيون ناين تي والسكوربيون ناين تي مركبة بريطانية الصناة تم تطويرها لسوق التصدير وتعتمد على سيفي ارتي سكوربيون التي طورتها شركة الفيس ليميتد وقد قامت العديد من الدول بتعديل النظام سكوربيون ناين تي للوفاء بمتطلباتها التشغيلية الخاصة ففي منتصف عام 1988 قدمت فنزويلا طلباً مع الفيس لتوريد عدد غير معلوم يعتقد أنه 84 من مركبات سكوربيون ناين تي واشترتها ماليزيا أيضاً ويصنع هيكل المركبة من دروع ألمنيوم ملحمة بالكامل ويوفر للتقم الحماية ضد قدائف الرشاشات من عيار 14.5 مم من الجهة الأمامية وضد الطرقات الخارقة للدروع من عيار 7.62 مم في باقي المركبة تم تجهيز النسخة الأصلية من سكوربيون ببرج يتسع لجنتيين مسلح بمدفع أليم من عيار 76 مم ويتم تثبيت رشاش من عيار 7.62 مم بشكل محوري على يسار المدفع الرئيسي وهناك أربعة أنبي بقاذفات قنابل دخان من عيار 66 مم على كل جانب من البرج وقد استخدم سكوربيون ناين تي تصميم سكوربيون الأصلية ولكن سلح البرج بمدفع كوكوريل مارك 3 من عيار 90 مم قادر على إطلاق ذخيرة خارقة لدروع مثبتة الزعانف APFSDS والتي يمكن استخدامها لتدمير المركبات المدرعة التدريعا حديثا وتم تجهيز سكوربيون ناين تي بنظام تاليس تونتون من تاليس لتحكم في النيران الذي يشتمل على جهاز تحديد المدى بالليزر ومن ظهر تاليس EFV سيستمز وتعمل المركبة بواسطة محرك ديزل لشركة بيركينغ انجينز إلى جانب ناقل الحركة ديفيد براون انجينيرينغ تي أنففتين ديئة ويعود تاريخ تطوير المركبة هذه إلى أواخر الخمسينيات من القرن الماضي حيث أصدر الجيش البريطاني مواصفة لمركبة استطلاع مدرعة EVR للقيام بأدوار الاستطلاع والدعم الناري والأدوار المضادة لدبابات القتال الرئيسية وبعد دراسة مجموعة متنوعة من المقترحة توصلت مؤسسة أبحاث وتطوير المركبات القتالية آنذاك التي لم تعد موجودة ككيان منفصل اليوم إلى استنتاج مفاده أن هناك حاجة إلى مركبتين للقيام بهذه الأدوار أصبحت هذه المركبات القتالية للاستطلاع مجنزرة مجموعة اسكوربيون والمجموعة القتالية الاستطلاعية المدولمة من مجموعة فوكس وكلهما يستخدموا نفس محرك البنزين من جاكوار وفي سبتمبر 1967 حصلت شركة ألدس ليبيتد والتي تعرف اليوم باسم B.A.E. Systems Land في كومنتيري والتي كانت في ذلك الوقت تعمل على بناء مجموعة FV600 من المركبات المدرعة السداسية دافا سيكس باي سيكس مثل سارسينس على عقد لصناعة 17 نموذجاً أولياً وتم الانتهاء من النموذج الأولي في يناير 1969 وكان أول أعلان رسمي للمركبة في سبتمبر من نفس العام وتم الانتهاء من جميع النماذج الأولية السبعة عشر الاختبارية بحلول منتصف عام 1970 وفي مايو 1970 تم قبول سكوربيون للخدمة مع الجيش البريطاني وفي أكتوبر 1970 قدم الجيش البلجيكي طلباً لشراء 701 من سكوربيون بإصدارتها المختلفة والتي تم تجميعها في شركة الليلانت البريطانية في مالينز ببلجيكا وتم تسليم أول إنتاج من مركبات سكوربيون للجيش البريطاني في يناير 1902 مع تسليم أول شحنات للجيش البلجيكي في فبراير 1973 وفي وقت مبكر من عام 1979 طلب فوج سلاح الجو الملكي شراء 150 مركبة من عائلة سكوربيون بما في ذلك سكوربيون سبارتان وسلطان وشمشون للدفاع عن مطارات سلاح الجو الملكي البريطاني في ألمانيا وفي نوفمبر 1981 تسلم فوج سلاح الجو الملكي في كاتيريك رسمياً أول مركبة من طراز ألفيس سي في آر سكوربيون للدفاع عن المطارات تابع هذا طلب آخر في عام 1982 لمركبة شميتارا لكن في عام 1992 أعلن سلاح الجو الملكي أنه سيقوم بالتخلص التدريجي من أسطوله من المركبات المدرعة الخفيفة من طراز سكوربيون وبعض هذه المركبات ألحقت فيما بعد بالجيش البريطاني وتم تصميم سكوربيون للعمل في درجات حرارة تتراوح من 30 إلى 50 درجة مئوية ويمكن أن تحمل طائرة نقل كيد مارتين C-130 إثنتين منها وطلبت العديد من الدول تعديل نظام سكوربيون للوفاء بمتطلباتها التشغيلية الخاصة حيث صممت المركبات الماليزية بمحرك ديزل لشركة بركينج انجينز وميدفاين من عيار 90 مليمتر وقاذفة قنابل ألمانية من عيار 76 مليمتر وفي يونيو 1988 فازت شركة ألفوس بعقد قيمته 85 مليون جنيه سترليني من فنزويلا لتوريد عدد غير معلومة يعتقد أنه 84 من دبابات سكوربيون ناينتي الخفيفة ومركبات الدعم والذخيرة ومعدات الاتصالات ومعدات التدريب على البرج وتم الانتهاء من عملية التسليم في 1992 وتسلح مركبات سكوربيون ناينتي الفنزولية بمدفع سي ام اي دفنس ناينتي مليمتر مارك ثري البلجيكية القادل على اطلاق ذخيرة اي بي اف اس دي اس ونظام تالس للتحكم في النيران الذي يشتمل على جهاز تحديد المدى بالليزر ومنظار تالس وحمل مدفع رشاش خارجية يتم تشغيل المركبات بواسطة محرك ديزل لشركة بيركين انجينز مقترن البناقل الحركة ديفيد برون انجينيرين تي ان فيفتين دية واستمر الانتاج بمعدل منخفض لسوق التصدير عند الطلب ولم يكن هناك انتاج حديث لسكوربيون مسلحة بمدفع من عيار 76 مليمتر وكل الانتاج الاخير كان بمحرك ديزل لشركة بيركين انجينز وفي وقت مبكر من عام 1995 ابرمت اندونيسيا عقدا مع الفس بقيمة 90 مليون جنيه استرليني لتزويد مركبات سكوربيون ناينتي واناقلات جنود المدرات ستورمر مع التسليم من 1995 حتى 1997 وفي اواخر 1996 فازت الفس فيهيكلز بعقد ثاني من اندونيسيا لتزويد حوالي خمسين مركبة من عائلة سكوربيون ويتم تشغيل المركبات الاندونيسية بواسطة محركات شركة بيركين انجينز كامباني فيزر ولديها نظام تعليق مطور والنظام تكييف هواء وبالاضافة الى احداث مركبات سكوربيون ناينتي تضمن العقد الاول وايضا مركبات مركز قيادة ستورمر واناقلات جند مصفحات ومركبات انقاذ مصفحات ومركبات اسعاف واناقلات شحن مسطحة ودبابات تركيب جسور تحمل الجسر من الفئة ثلاثين المقصة ويعتقد ان هناك ثلاثة دفعات من مركبات سكوربيون ناينتي ست وثلاثون خمس واربعون اي ما مجموعه مائة وواحد وعشون مركبة واعتبارا من اواخر عام الفين وسبعة لم يتم استلام الدفعات الثالثة ومشاة البحرية تشيلية تسلمت ما مجموعه ثلاثين مركبة مدرعة خفيفة من طراز سكوربيون مستعملة على دفعتين يعتقد انها مجهزة بمدافع من عيار ستين وسبعين ميلي متر واتمت الاشارة الى مركبات سكوربيون المتأخرة في الانتاج باسم سكوربيون 2 وهي تتضمن العديد من التحسينات والتي تم دمج بعضها في مركبات الانتاج السابقة لسوق التصدير يتضمن ذلك محرك ديزل شركة بيركينغ انجينز الذي اثبت كفاءته في استهلاك الوقود وبنظام تعليق محسن وجنزيرة روس تشغيلية محسنة كالصيانة والتدريع والعمر التشغيلي مع خيارات تشمل النظام NBC ونظام تكييف الهواء ونظام الكشف عن النيران وإخباتها وناقل حركة اونتوماتيكي بالكامل تم تحسين وتحديث أنظمات البرج الذي يشغل من قبل شخصين وتشمل الخيارات الآن أسلحة رئيسية من عيار 30 ميلي متر أو 76 ميلي متر أو 90 ميلي متر مع مشاهدة نهرية ليلية مدمجة للقائد مع خيارات تحديد المدى بالليزر المدفعية ومدفع كهر ميكانيكي متطور ومحرك لإدارة البرج محدث وقدرة معززة لمعدات الاتصالات وتحسين بيئات العمل والعديد من هذه التحسينات متاحة للآن كخيارة تحديث يمكن أن يقوم بها المستخدم أو يمكن إعادة المركبات إلى BAE Systems للتحديث وإجراء عمليات الإصلاح وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة لم تعد تنشر إصطارات سكوربيون 76 ميلي متر أو سترايكر سبارتانا أم سي واي لم تعد سكوربيون في الخدمة التشغيلية مع الجيش البريطاني أو فوج سلاح الجو الملكي اليوم ولكن يحتفظ جيش البريطاني بعدد من مركبات سكوربيون المجهزة بمدفع 76 ميلي متر في الإحتياطة فتستخدم المركبة أيضا لأغراض التدريب لتمثيل القطاعات المعاتية تم أنتاج CVRT في منشآة ألفز فيهيكل في كوفنتيري والذي تم إغلاقها ولم يكن هناك أنتاج حديث لـ CVR ومع ذلك كان هناك أنتاج لناقلة جند المصفحات Stormer APC لسوق التصدير في السنوات الأخيرة تم استخدام سكوربيون من قبل القوات المسلحة لبلجيكا وبوتوانا وبروني وشيلي وهندوراس وإيران وإندونيسيا إيرلندا والأردن وماليزيا ونيوزيلندا ونيجيريا وعمان والفلبين وإسبانيا وتنزانيا وتايلاندا وتوغو وفنزويلا والإمارات العربية المتحدة استحوذ الجيش الإيراني على 250 مركبة سكوربيون في أواخر السبعينيات ولا يزال عدد منها قيد الاستخدام بعد تجديده محليا بإسبب دبابة توسانة اشتركوا في القناة